مركز عيسى الثقافي مرحي لجلالة الملك المعظم وأضف معالي أن التجربة السياسية البحرينية خضعت للتراكم في القيم وتطور في النظم ومرت بوقفات إعادة تشكيل فهم المجتمع ورغبته السياسية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حضور المرأة البحرينية هو أول حضور للمرأة على المستوى العربي إلى ذلك أكد الخبراء والباحثون المشاركون في الطاولة المستديرة أن المرأة البحرينية تعد أول امرأة تمارس حقها الانتخابي تاريخيا على المستويين العربي والخليجي مشيرين إلى أن الوعي الانتخابي شهد نضجا في المملكة بسبب تراكم الخبرة والتجربة وتطورهما تطيرا لهذه التجربة المباركة بقيادة جلالة الملك المعظم وصولا إلى المسيرة التي أصبحت تدرس لكافة دول المنطقة وذلك لما شهدته المملكة من إنجازات متواصلة على أرض الواقع ومهدت لمستقبل زاهر فقد نظم مركز عيسى الثقافي لقاء الطاولة المستديرة والتي جاءت تحت عنوان تحولات التجربة الانتخابية في البحرين في الواقع ما نتمتع به اليوم وما وصلت إليه انتخابات البحرين هو في الحقيقة من جهد وفكر ورؤى جاءت الملك حفظه الله التي طبعا هذه الرؤى التي فتحت للمجال لمشاركة فعالة وتطور سياسي هام جدا تبني أو نبني عليه المملكة الدستورية وشمل لقاء الطاولة المستديرة على العديد من المحاور من أبرزها التأكيد على ما وصلت إليه المرأة البحرينية من إنجاز وطني وما حظيت به من اهتمام ودعم على كافة المستويات التي انطلقت من ثوابت الممارسة الديمقراطية في المملكة اليوم في الطاولة المستديرة إن شاء الله راح أتكلم عن المراحل الحقوق السياسية التي اكتسبتها المرأة البحرينية أحب أن أكد أن المرأة البحرينية هي السباقة في حصول على حقها حقها السياسي وهو حق الانتخاب راح تتضمن إن شاء الله الطاولة المستديرة بحول الله أربع محاور المحور الأول هو محور تاريخي وهو يتعلق ببداية انطلاق المسيرة الانتخابية في البحرين وراح يتضمن طبعا الحديث حول المجلس البلدي وتاريخ المجلس البلدي وتاريخ طبعا المؤسسة التشريعية أيضا بالإضافة إلى محور خاص بشؤون المرأة أيضا هذا المحور الثاني راح يكون وتاريخ مساهمة المرأة في هذه الانتخابات أيضا واستعرض الخبراء والمختصون خلال لقاء التمييز الإيجابي للمرأة البحرينية من خلال توليها العديد من المناصب القيادية محليا ودوليا والتي جاءت ثمرة الدعم المحدود من قبل جلالة الملك المعظم وهو ما تجلى من خلال إبداعاتها وقدراتها على المشاركة بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين هذه الجلسة اليوم جاءت بمشاركة العديد من المختصرين والأكاديمين والتي تؤكد على ثمرة الكفاح من قبل رجالات ونساءات مملكة البحرين بقيادة سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله من أجل مستقبل مملكة البحرين ونهضتها طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين